بلا هوادة تتوالى المشاكل الخدمية على أهالي ديالة الحكومات المحلية المتعاقبة لم تنفك وهي تمعين في إهمالها للمحافظة مخلفة أزمات متراكمة يطول سردها وترتيب أولوياتها يختصر أهالي مدينة بعقوبة اليوم معاناتهم وينسون حقوقهم المسلوبة ولا يبحثون سوى عن المياه المنقطعة عنهم للسنة الثالثة على التوالي متسائلين عن المشاريع التي تعلن عنها الجهات المعنية مرارا وتكرارا دون جدوى يعني معقولة شبكات الماء تعبانة حتى يجينا ماء تكرم بيريحة وفتنا بتعبان الماء والله نشتروا ماء رجعونا يعني لي وراء أنا قبل بسوريا أشوفهم يشترون ماء أقول معقولة معقولة كيف عالم تشتروا ماء نوصل لهذه المرحلة أن نشتروا ماء حسنا كلهم ماءنا مشترى ويلقي ارتفاع درجات الحرارة هنا بظلاله الثقيلة ويفاقم الأزمة وتتحول المعانات إلى وضع كارثي يجبر المواطنين على شراء المياه رغم ما يعانون من ظروف مادية صعبة الماء ما نظيف اسفيان ونحن كل سنة نعاني من عنده كنا تعباني نحن عدنا هسا حجة تعباني يعني ما نشوفوا سهل الصباح الماء ليش ليش يعني وين نشتري يعني نشتري دان كارث نشتري مين هو احنا تعباني الجهات الرسمية في بعقوبة ترجع سبب أزمة انقطاع المياه إلى تذبذب التيار الكهربائي إضافة إلى النمو السكاني الكبير الذي شهده القضاء مؤخرا من انقطاع مياه الشرب والسبب يعود إلى قلة التيار الكهربائي انقطاع الماء الخام لفترات طويلة كذلك مجمعات الماء المنصوبة في هذه المناطق لا تتلام معداد السكان الضخمة التي أدت إلى نمو سكاني قوي هناك خطة من قبل محافظة ديالة بنصب مجمعين سعة مليون غالون لغاثة هذه المناطق يختبئ سوء الإدارة ونقص الخدمات لسنوات طوال تحت عباءة الفساد والمحاصصة الحزبية التي خلفت مسؤولين لا يمتون إلى الكفاءة والاختصاص بصلة ويبقى المواطن البسيط الحلقة الأضعف هنا